تعالوا نتابع اول لقاء معنا النهاردة هنتابع طبعا متفاصيل المؤتمر الصحفي للفرقتين واستعاداتهم وهنقل لحضراتكم تمرنت الاهلي النهاردة لكن خلينا نبدأ مع واحد من نجوم لقاء الزهاب ومش بس لقاء الزهاب واحد من نجوم الاهلي المتقلقين في الفترة الاخيرة واللي بتهيئة ليمكن لو ما كانش سيناريو المباراة يعني يمشي بالشكل ده وسين بقدر يرجع في النتيجة ويسجل هدفين في بداية الشوت التاني كان استمر لغاية نهاية المباراة لكن كولر فضل يأمن ان واحد دفعية بنزول مروان عطيه على حسابه وهو محمد مجدي أفشا تعالوا نشوف تصريحات أفشا لوسائل الإعلام ونرجع لحضراتكم ان شاء الله تكون منحظنا احنا كنادي الاهلي بإذن الله ماتش الهناك كان ماتش كويس وماتش كبير وانا اعتقد ان احنا قدمنا ماتش كبير جدا نتيجة إيجابية اتنين اتنين وان شاء الله بكرة ما عندناش اي حاجة تاني ولا اي تفكير تاني غير ليحنا نصعد بإذن الله انا قاسف يعني انت مش من حقك انك تقول على لعيبة يضيع وما يضيعش ده حاجة مش بتاعتك بترجع للمدرب المدرب هو اللي يتكلم هو اللي يقول مين ضيع ومين يضيعش هو اللي يعدل مش اللعيبة المدرب هو صاحب القرار في كل حاجة يعني بس احنا ما ضيعناهش ضيعنا هناك فرص او كل حاجة لكن زي ما ضيعنا زي ما جيبنا لكن اي الكرة كده لازم توصل ولازم تضيع ولازم تجيب مش دايما هتجيب ومش دايما هتضيع يعني كسه زي ما انا قلت قبل كده ان انت تلعب في نادي الاهلي وانت من حظك وقدرك في الحياة ان انت تلعب في نادي الاهلي طالما لعبت في الاهلي لازم تستحمل لازم تبقى راجل لازم تبقى عندك شخصية بتاعتك لازم تبقى لعيب كبير لازم تفكر في حاجات كتير لاناك انت في السنة بتلعب مطشات كتير بتلعب بلوية أقل من ستين لسبعين مطش فحيط التروتيشن والحاجات دي كلها برضو مش بتاعتي ولا بتاعت اللعيبة دي بتاعت المدير الفن هو صاحب القرار فيها يعني بس فاحنا كلنا بنبقى مستعدين وكلنا جاهزين وكل واحد بيبقى نفسه اللي هو يبقى موجود ونفسه ان هو يلعب على طول عشان حقق حاجة ويعمل حاجة لنفسه والنادي الاهلي يعني يعني طبيعي ومتفق مع أفشة في جزء كبير من الكلام اللي قاله وخصوصا في الجزءية انه لعبت النادي الاهلي قوي يلعب بيلعب في النادي الاهلي ويلبس تيشرت الاهلي بيتعرض لضغوط كبيرة جدا ومتفاهم طبعا جزء كبير من كلامه وخصوصا انه اللعيبة قبل يمكن الجمهور بتبقى زعلانة ما بتحس انه فيه مطش كان قريب منها او مطش في ايديها وما قدرتش تفنش بالشكل كويس لكن اللي عايز اقوله الأفشة ان الجمهور جمهور الاهلي تحديدا بيزعل جدا 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 على كل فرصة ضائعة بصرف النظر عن المكسب والخسارة وبالتالي ومرس الكولر شخصيا يمكن قلدف اكتر انه اطمر صحفي انه اكتر حاجة بتضايقه الاهلي معدل تسجيله الاهداف عالي جدا معدل فعالية الهجومية بتاعه هو المشكلة عدد الفرص اللي انت بتقدر تخلقها على مدار المباراة مقارنة بالفرص اللي انت بتقدر تفنشها عامل قلق للراجل وبالتالي واحدة من الحاجات او من الدروس المستفادة عدت علينا في بداية الموسم مع التحاد العاصمة ويمكن شوفنا مال محملها في مباراة مباراة فلما حد بيتكلم في ده يبقى هدفه ان احنا تفادى المطبط دي بعد كده ترجمة نانسي قنقر